قاعدة الثمانيات أولاً الغازات النبيلة تعرف الغازات النبيلة بأنها الغازات التي تحتل أقصى يمين الجدول الدوري الحديث وسميت بذلك لأنها غازات خاملة مستقرة لا تدخل في تفاعل كيميائي أي لا تتحول إلى أيون سالب أو أيون موجب وتلك الغازات النبيلة هي سبعة وهي الهيليوم والنيون والأرغون والكريبتون والزينون والرادون حيث يحتوي المدار الأخير لجميع تلك الغازات النبيلة على ثمانية إلكترونات ما عدى الهيليوم الذي يحتوي مداره الأخير على إلكترونين وذلك لأن مداره الأخير هو المستوى الأول الذي سعته إلكترونان فقط ثانياً كيف تصل الذرة لحالة الاستقرار؟ لكي تصل الذرة لحالة الاستقرار فإنها تميل للوصول لأقرب غاز نبيل لها في الجدول الدوري الحديث فمثلاً ذرة الليثيوم التي تحتوي على ثلاثة إلكترونات وتوزيعها الإلكتروني هو إثنان، واحد، نجد أن أقرب غاز لها في الجدول الدوري الحديث هو الهيليوم الذي يحتوي على إلكترونين لذلك لكي تصل ذرة الليثيوم لتركيب ذرة الهيليوم ستفقد إلكترون المدار الأخير وتتحول لآيون موجب وبهذا تكون قد وصلت لحالة الاستقرار بوصولها لأقرب غاز خامل مستقر ثالثاً، الآيونات وقاعدة الثمانيات تتحول الذرة لآيون موجب إذا ما فقدت إلكتروناً أو أكثر وتسمى في تلك الحالة كاتيون وذلك لأن عدد البروتونات الموجبة زاد على عدد الإلكترونات السالبة ويحدث هذا الفقد في الإلكترونات لأن الذرة تحاول الوصول لأقرب غاز خامل لها في الجدول الدوري الحديث وتتحول الذرة لآيون سالب إذا ما اكتسبت إلكتروناً أو أكثر وتسمى في تلك الحالة أنيون وذلك لأن عدد الإلكترونات السالبة زاد على عدد البروتونات الموجبة وتحاول هنا أيضاً الذرة الوصول لأقرب غاز خامل لها في الجدول الدوري الحديث لتصل بذلك لحالة الاستقرار فعلى سبيل المثال ذرة الصوديوم تفقد إلكترونا المدار الأخير وتتحول إلى أيون الصوديوم الموجب الذي شحنته موجب واحد وتفقد ذرة الصوديوم إلكترونا مدارها الأخير لتصل لنفس التوزيع الإلكتروني الخاص بعنصر النيون الخامل فتصل بذلك لحالة الخمول أو الاستقرار وبالمثل تكتسب ذرة الأكسوجين إلكترونين اثنين ولكنها تتحول لآيون الأكسوجين السالب وشحنته سالب اثنين فتحول التوزيع الإلكتروني لذرة الأكسوجين مثل التوزيع الإلكتروني لعنصر النيون الخامل فتكون بذلك ذرة الأكسوجين قد وصلت لحالة الخمول أو الاستقرار وبهذا يمكننا القول إن قاعدة الثمانيات هي محاولة الذرات الوصول للتوزيع الإلكتروني لأقرب غاز خامل لها سواء تم ذلك باكتساب إلكترونات أو فقد إلكترونات ليصبح إلكترونات مدارها الأخير ثمانية إلكترونات